ونحن نتكلم في ترس بسيط جدا عن العناية بالعاينين بعد الولادة يجب اتخاذ اقصى وسائل التعقيم هذا اول شيء التعقيم مهم جدا بعد الولادة ممكن يكون الطفل مصاب بجرح بسيط او يتم وضع في مكان متسخ في ميكروبات بكتيريا فطريات وجسم الطفل نفسه يعني حتى الان لم يملك المناعة الكافية ان يحارب كل هذه المخلوقات البكتيرية الجسم الانسان ممكن يحصل على المناعة في الفترة القادمة لما يعني يكون ناضج جسميا وحتى الان الطفل ما يقدر يقاوم هذه الامراض كلها ولازم ننتبه من وسائل التعقيم هذا والشيء لابد من مسح جفون الطفل بشاش معقم في ماء او محلول البوريك محلول البوريك ممكن يتم استشارته من قبل الطبيب ايضا يتم العناية بالانف عناية الانف الطفل تنظيف الافرازات المخاطية اثر عملي بعد اثر عملية الوضع والولادة باستمرار دائم ويتم ايضا تنظيف الافرازات اذا كان الطفل مصاب بشكام لانه حاليا قير متعود متعود على الجو البارد او الجو الراطب ممكن يحصل لزكام فيعني الام تحتاج تهتم في هذا الجانب تهتم عملية ازالة الافرازات المخاطية في هذا الموضوع ان شاء الله نشوفكم في درس غادم كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة